بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه يفضل الصلاة وازك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات مجددا في شروحات مقرر الإدارة المالية إثنان اليوم بإذن الله سنقوم بمراجعة الفصل الثاني الذي أنهيناه في الدرس السابق نستذكر أهداف هذا الفصل ذكرنا العديد من الأهداف لهذا الفصل بدءا بتحديد تكلفة الفرصة البديلة تحدثنا ماذا يقصد بالفرصة البديلة سواء الفرصة البديلة الشخصية وكذلك الفرصة البديلة المالية بعد ذلك تحدثنا عن الهدف الثاني عن حساب القيمة المستقبلية لمبلغ واحد ذكرنا ديك مبلغ كم سيكون في المستقبل كم سيساوي هذا المبلغ كذلك ذكرنا أيضا القيمة المستقبلية لسلسلة من المبالغ أو ما يسمى بالأقصاد السانوية بعد ذلك تحدثنا عن حساب القيمة الحالية لمبلغ واحد ومن ثم تحدثنا أيضا القيمة الحالية لسلسلة من المبالغ وأخيرا تحدثنا عن الحالات الأخرى للقيمة الزمنية النقود نستذكر هذه الدروس ذكرنا يمكن قياس تكلفة الفرصة البديلة المالية من حيث المكاسب المالية بناء على القيمة الزمنية للنقود في المقابل تنطوي القيمة المتزايدة للنقود على نوعي من حسابات ذكرنا القيمة المستقبلية والقيمة الحالية ويشار بالتأكيد إلى المبلغ المتاح في تاريخ اللاحق بالقيمة المستقبلية ذكرنا في بداية هذا الفصل أن كل قرارة تتخذه على مستوى القرارة الشخصية أو حتى المالية هناك بديل آخر وبالتالي هذا البديل سيكون له كلفة بمعنى حينما تقرر وقت للعب بالتأكيد سيكون هناك قد يكون هناك وقت خصص المذاكرة وبالتالي تختار ما بين القرار المناسب لك وهذا في الأمور الشخصية الوقت الذي تقضيه في الدراسة بالتأكيد هناك تكلفة فرصة بديلة لأمر آخر وكذلك مثلا الشركة حينما تتخذ قرار في بديل ألف هناك بديل باء وجيم ودال وبالتالي هذه البدائلة تعتبر تكلفة فرصة بديلة لهذا البديل وبالتالي تحسبها وحسبناه وطريقة حسابها كذلك في قرارات المالية إذا كان لديك مال هل تتدخره أم تشتري به جهاز أو تشتري به بعض الاحتياجات إذن كل قرار نتخذه سواء على مستوى الحياة بشكل عام أو حتى في الأمور المالية هناك ذكرنا تكلفة لفرصة بديلة وبالتالي فإن هذه التكلفة تقاس ذكرنا حينما نقيس المبلغ على مستوى المستقبل أو القيمة الحالية قد يكون الاختلاف ما بيننا هو الاحتياج الفعلي فبمعنى قد يستطيع الشخص ادخال المبلغ لأنه ليس له حاجة مثلا فعلية في بعض الأدوات أو الأجهزة أما الشخص الآخر فهو منطر لشراء هذا الجهاز مثلا أو السيارة أو أي إن كان وبالتالي نختلف بناء على طبيعة الموقف الذي نحن فيه كذلك في قطاعات الأعمال ذكرنا أيضا ذكرنا أن عادة ما تنطوي حسابات القيمة المستقبلية والقيمة الحالية على نوعين من التدفقات النقدية مبلغ واحد أو أقصاد سنوية وهي عبارة عن سلسلة من المبالغ المتساوية ذكرنا نستذكر مع بعض أن هناك قيمة حالية ماذا نقصد بالقيمة الحالية للمبالغ؟ وكذلك بالقيمة المستقبلية ذكرنا عدة أمثلة نبلغ واحد لديك مبلغ محدد تفكر كم سيصبح مثلا هذا المبلغ بعد عشر سنوات مثلا باستثمار بقيمة 5% إذن هذا المبلغ كم سيصبح في المستقبل؟ وذكرنا تقوم فكرة المبالغ أو حساب القيمة الزمنية على أن المال يولد المال بمعنى أن الريال الذي تجنيه الآن ليس هو كالريال الذي ستجنيه مثلا بعد سنة أو بعد خمس سنوات لماذا؟ لأن الريال الذي يديك تستطيع استثماره تستطيع الدخاره وبالتالي تزداد قيمته من خلال هذا الاستثمار ذكرنا مبلغ واحد أو أقصاد سنوي بعد ذلك تحدثنا عن نقطة أخرى ذكرنا أن القصد السنوي قد يكون سلسلة من الوداع قد تقوم بإداع على مثلا كل عام لمدة فترة أو فترة معينة بمعدل قد يكون ثابت وقد يكون أيضا متغير وذكرنا العديد من النقاط في ذلك وهو منخص في هذا الجدول ذكرنا القيمة المستقبلية قد تكون مبلغ واحد وقد تكون لسلسلة مبالغ كذلك القيمة الحالية لمبلغ واحد وأيضا لسلسلة وذكرنا قد يكون هناك حالات هي أيضا مختلفة بمعنى قد لا تكون المبالغ السنوية متساوية بمعنى قد تودع في السنة الأولى 100 ريال وفي السنة الثانية 200 وبالتالي طريقة حسابها يختلف عن ما ذكرنا في المبالغ المتساوية كذلك العائد ذكرنا هناك تراكمات سنوية وغير سنوية بمعنى كل سنة ستدفع وقد يكون هناك كل سنتين أو كل سنة ونص وبالتالي تختلف كما ذكرنا طريقة حسابها بأن تحسب كل عملية لوحدة بعد ذلك تقوم بإدراجها أيضا ذكرنا العديد المصطلحات في هذا الفصل ذكرنا الخصم ماذا يعني الخصم؟ ذكرنا هي عملية تحديد القيمة الحالية للمدفوعات التي سيتم استلامها في المستقبل ذكرنا أيضا تكلفة الفرصة البديلة وعرفناها بأنه ما يتخلى عنه الفرد عن طريق الاختيار يتخلى عن قرار ويأخذ قرار وبالتالي هذا القرار سيكون له فرصة بديلة أيضا ذكرنا القيمة الزمنية للنقود time value of money ذكرنا أنها مهم جدا أن نعرف ماذا نقصد بالقيمة الزمنية وذكرنا هي الزيادات الحاصلة على مبلغ من المال نتيجة لجاني الأرباح مع مرور الوقت فذكرنا مثلا لو أتاك مثلا مبلغ نفترض أن لديك مبلغ مثلا 2000 أو 5000 كاستثمار أو أي كان أو كادخار سابق أو كهدية كيف تستثمرها للمستقبل إذن إذا قمت مثلا بإداعها في حساب ما بعائد مثلا 10% بعد 10 سنوات كم ستصبح إذن ستقاس الأموال بهذه الطريقة كذلك ذكرنا القيمة هي القيمة المستقبلية وهي مقتار الزيادات وبناء على معدل معين ذكرنا 10% مثلا على مثلا 5 سنوات بعد 5 سنوات كم ستصبح هذه المبالغ مثلا 10% على 5 سنوات بالتأكيد كل سنة ستأخذ 10 هل هذه الأرباح تراكمية ذكرنا أم تكون مستقلة كل سنة لوحدة أم ستكون تراكمية ذكرنا أيضا تراكمية نقصد بها هي التي العملية تستند من خلال الأرباح إلى المبلغ الأصلي بالإضافة إلى المبالغ المكتسبة ذكرنا الأرباح البسيطة بمعنى كل سنة ستأخذ 10% على المبلغ الأساس فمثلا لو استثمرت 100 ريال أو 1000 ريال سنأخذ 10% لكل سنة بما يعادل 10% من الألف ولكن التراكمي ستأخذ السنة الأولى مع أرباحها وتأخذ أيضا 10% للسنة الثانية في السنة الثالثة ستأخذ أرباح السنة الأولى والثانية إضافة إلى مبلغ الأساسي أيضا الأقصاد السنوية ذكرنا هي سلسلة قد تكون لديك سلسلة مبالا تدفعها بشكل متساوي مثلا كل سنة تدفع مبلغ محدد ثابت إذن هذا يسمى بالأقصاد السنوية ذكرنا القيمة الحالية هي القيمة الحالية لمبلغ مستقبلي وبناء على معدل معين لفترة زمنية معينة ويشار إليها بالخصم ذكرنا مثلا لو أراد شخص ما الحصول مثلا بعد نفترض بعد عشر سنوات على مبلغ خمسين ألف ريال بعد عشر سنوات إذن ما هو المبلغ الذي سيودعه الآن لكي يصبح بعد عشر سنوات خمسين ألف إذن قمنا بالعديد من الخطوات الحسابية بعد ذلك قد نجد أنه مثلا بمعدل عائد معين كيف نصل إلى خمسين ألف وبالتالي هذا ما يسمى بالقيمة الحالية هي عكس القيمة مستقبلي مستقبلي ذكرنا قد يكون لديك الآن خمسة آلاف وتنظر كم تصبح في المستقبل بعد عشر سنوات أما القيمة الحالية ذكرنا لديك هدف في المستقبل خمسين ألف وتفكر الآن كم يجب أن أوضع لكي تصبح بعد عشر سنوات خمسين ألف وبالتأكيد بهذه الطريقة تقوم الشركات باختيار بين الاستثمارات بين المنتجات أخيرا ذكرنا التراكمات الغير سنوية ذكرنا قد يكون دفع عائد بشكل متكرر مثلا كل ست أشهر أو كل ثلاث أشهر أو كل سنة ونصف وبالتالي قد يكون أكثر من مرة في السنة وأيضا لها طريقة بأن نحسبها بشكل فردي بعد ذلك نقوم بحساب نبدأ في أسئلة للمراجعة لهذا الفصل اختر الإجابة الصحيحة يعد الوقت المستخدم للترفيه موردا ماليا ما رأيك بهذه العبارة؟ هل هي عبارة صحيحة أم خاطئة؟ سؤال الثاني يتم حساب العائد البسيط بضرب مبلغ من المال بمعدل عائد مضروبا بفترة زمنية هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ العبارة الأخرى القيمة المستقبلية هي المبلغ الذي ستقول إليه المدخرات الحالية بناء على معدل عائد معين وفترة زمنية معينة السؤال الرابع التراكمية هي كسب العائد من العائد نفكر قليلا في هذه الخيارات ثم نجيب عليها حذكرنا هناك موارد وبالتأكيد هناك موارد مالية وهناك موارد غير مالية برأيك الإجابة للسؤال الأول يعد الوقت موردا ماليا بالتأكيد ليس من الموارد المالية يتم احتساب العائد البسيط بضرب المبلغ بمعدل عائد مضروبا بفترة زمنية نحن ذكرنا هناك عائد بسيط وهناك عائد ماذا؟ مركب البسيط هو أن تضرب النسبة في كل سنة وبالتالي إذن الإجابة تكون صحيحة أثناء عشر بالمئة لمدة خمس سنوات ستضرب عشر بالمئة في خمسة وبالتالي سيكون العائد خمسين بالمئة على هذا المبلغ أما التراكمي ذكرنا أنه يختلف بالتأكيد بحساب نسبة الأرباح كل سنة مع المبلغ الأساسي بالإضافة إلى السنة الجديدة القيمة المستقبلية هي المبلغ الذي ستأولنه مدخرات الحالية بناء على معدل عائد معين وفترة زمنية معين نحن ذكرنا هناك فرق ما بين القيمة المستقبلية والقيمة ماذا الحالية لديك مبلغ الآن ستفكر في القيمة المستقبلية وبالتالي من خلال عدد معين من السنوات ونسبة معينة وبالتالي إذن الإجابة صحية التراكمية هي كسب العائد من العائد بالتأكيد نحن ذكرنا العائد البسيط في سؤال الرقم الثنين وأربعة بالتأكيد هي الكسب ذكرنا السنة الأولى المبلغ الأساسي بالإضافة إلى أرباح السنة الثانية ستأخذ أرباح السنة الأولى وكذلك المبلغ الأساسي وأرباح السنة الثانية وهكذا وتمشي لبقية السنوات ولذلك يسمى بالتراكمية ننتقل إلى السنة الأخرى يشار إلى معدل العائد في الحاسبة المالية ذكرنا نستطيع حساب المعدل من خلال الحاسبات المالية أيضا وكذلك جداول البيانات ما هو الرمز الذي يشير إلى معدل العائد سؤال السادس من الأفضل استخدام القيمة المستقبلية لسلسلة مبالغ لتحديد قيمة ماذا حساب بإداعة سنوية أم مدفوعات القروض أم جيم مبلغ مخصص لمكافآة الموظفين أم دال تغير أسعار العمولات الأجنبية نحذكرنا الحاسبة المالية سؤال رقم خمسة إذن الرمز أو الإجابة جيم هي I يعتبر هو العائد في كل فقمنا بالتطبيق أيضا في المعادلات الرياضية الآية تعبر عن العائد في السؤال رقم ستة من الأفضل استخدام القيمة المستقبلية لسلسلة مبالغ لتحديد قيمة ماذا ذكرنا أن حينما نقوم بإداعات سنوية بالتأكيد ستكون استخدامها للقيمة الزمنية لسلسلة مبالغ بمعنى كل سنة سنودع مثلا 100 ريال في السنة الأولى في السنة الثانية مثلا 100 ريال في السنة الثالثة أيضا قد تكون 100 ريال وهكذا وبالتالي يسمى إداعات سنوية سؤال رقم سبعة القيمة الحالية لحساب التوفير أكبر من القيمة المستقبلية لذلك الحساب هل هي عبارة صحيحة أم خاطئة؟ القيمة الحالية هل هي أكبر من القيمة المستقبلية؟ بالتأكيد الإجابة خاطئا هذكرنا أن القيمة الحالية هي المبالغ الآن وبالتأكيد تفكر كم ستستثمر لكي تصل إلى قيمة أكبر من خلال التوفير وبالتأكيد معدل عائد قد يكون ثابت لسنوات وبالتالي ليست أكبر من القيمة المستقبلية سؤال الثامن لتحديد نوع أو عفوا نمو مبلغ معين فإنك تستخدم نحن نفكر بنمو مبلغ لدينا نريد أن ينمو فيه بالتأكيد بعد فترة من الزمن وبالتالي نحن في هذه الطريقة ماذا نستخدم؟ هل نستخدم القيمة الحالية لسلسلة من المبالغ؟ أم القيمة المستقبلية لسلسلة مبالغ؟ أم القيمة المستقبلية لمبلغ واحد؟ أم القيمة الحالية لمبلغ واحد؟ ذكر في السؤال مبلغ معين إذن ليس سلسلة لكن هل هو القيمة الحالية أم القيمة المستقبلية؟ النمو يدل على ماذا؟ للمستقبل إذن هي القيمة المستقبلية لمبلغ واحد إذن جيم هي الإجابة الصحية ننتقل لسؤال آخر يمكن استخدام حسابات القيمة الزمنية للنقود لتحديد مبلغ سداد القرض ذكرنا تستخدم هذه الحسابات القيمة الزمنية للنقود في البنوك التجارية حينما يأخذ شخصا ما قرض وبالتالي يفكر الجهة المانحة والموولة بالمستقبل بالتأكيد حينما يضعون أقصاد أو قروض بالتأكيد يفكرون بالمبالغ وبالتالي بالتأكيد تساعدنا إذن الإجابة صحيحة تساعدنا في استخدام حسابات القيمة الزمنية للنقود من خلال سداد القرض ونشاهد ذلك في جداول السداد للقرض السؤال العاشر يمكن أن تحدث التراكمات فقط على أساس سانوي هل فقط يوجد تراكمات سانوية فقط أم هناك أيضا تراكمات غير سانوية ذكرنا قد يكون العايد على ست أشهر قد يكون على سنة ونصف قد يكون على سنتي وبالتالي تختلف وبالتالي ليس فقط على أساس سانوي وإنما أيضا قد يكون على أساس فترة محددة قد تكون أقل أو أكثر من سنة سؤال أخير إذا قام فرد بإداع مبلغ 150 ريال في السنة الأولى ومبلغ 250 في السنة الثانية ومبلغ 200 في السنة الثالثة هل هذا يعني أو عبارة عن مبالغ غير متساوية أم فترات زمنية تقل عن عام أم تراكمات غير سانوية أم خصم سنوي وقام بإداع على فترات سنوية إذا السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة ولكن هل المبالغ متساوية في السنة الأولى 150 في السنة الثانية 250 في السنة الثانية 200 وبالتالي الإجابة هي ألف فترات زمنية تقل عن عام هو قام بيدعف عوام مختلفة وتراكمات هي تراكمات سنوية وخصم أيضا سنوية بالتالي الإجابة ألف هي الإجابة الصحية إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا هذا اليوم شكرا لكم من حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته